دكتور محمد الأصهر والكنيسة كانت دورهم إيه من البداية؟ يعني تم الاستعانة بيهم في وضع بنود القانون ولا وضع؟ وبعدين طلبوا الأصهر وطلبوا الكنيسة وتعالوا وعلقوا عليه؟ لا هو بالفعل مشروع القانون ده أصلا له كم صياغة يعني يعني أصلا من مدة أو يمكن أن تسل مدة أشار أنه من نيام الله المرحوم دكتور جمال العطيفي فهو فيه مشروعات قانون يعني من أجل قانون الحقوق الإنسان كان عامل قانون مشروع قانون الوزير العدل كان عامل مشروع قانون برضو قبل كده كان عامل مشروع قانون فأخدوا من حصيلة الكلام ده وبناء على لأن الموضوع كانت عارض قبل كده يعني ليست المرة الأولى لكن الإشكالية اللي كنا دايما بنعيشها أنه يتشاف بعد ما تحصل المشكلة وتحط تحت يتقفل عليه الدرج طب ليه يا جماعة ما تتصدوا كده ونواجه مشكلاتنا ومسئولياتنا ونكون يعني أمر لا بد منه يجب أن نواجه هذا الكلام فطبعا أما مسألة أنه الطرفين اتعرض عليهم اتعرض عليهم يعني عرض عليهم بس شاركه دي أعتقد المشاركة مش كاملة أنا على حسب معلوماتي لكن هم اعتمدوا على أفكار سابقة وعلى أراء مطروحة سلفا لكن فكرة فعلا المساحات دي ما هي المساحات دي كان معروفة أن الأزهر معترض والكنيسة معترضة على المساحة وعلى فكرة برضو أنا يمكن يعني أخذ نقطة المساحة ربما أنا بقول توفير المساحة في القرية أو في الريف أو في النجوع ربما أسهل شوية من المدينة يعني ولذلك البعض مثلا كان بيقترح بيقولي لا خلينا ممكن جدا نخلي لأن عندنا المدن أهلة بالسكان يعني أنا عندي عمارة واحدة ممكن عمارة واحدة عايزة جامعة لوحدة مثلا يعني لأنها كبيرة وعدد ما ستين شقة ولا كذا كذا فربما لكن بنقول تلتمائة متر دعا الأمور يعني تستقر لكن بالفعل إحنا محتاجين دلوقت لأنه دور العبادة قانون دور العبادة من جانب الإخو المسحيين ينبغي أن يصدر ينبغي أن يستقر هذا الوضع ودعنا بقى من لأنه في النهاية معلش ليكون السلفيين أنا بقول كلنا سلفيون يعني إحنا هنعمل طائفية بس السلفية أهل السنة والجماعة عمزين جماعة الجماعة المكتمة مش أنا لوبي ودطائفي لا يعني محدش يخطف المعنى ويجري به مهدى الخطورة مهدى الخطورة وبيدي انطباع أنه كأن الآخرين داع على الصلاة المستقيم محتاج هداية ماشي فطبعا هو لكن هي الأمور فعلا مع أعتقد المؤسستين اللي هم الرسميتين المعتدلتين اللي هو حتى تناول الموضوع بشيء من المعقولية وبالمصلحة وأنا يمكن برضو خلينا أقول أنه ده أمري فعلا بس يمكن يعني هختلف شوية مع حضرتك بدل حكاية أنه أمري سياسي أنا بقول أمري مجتمعي يعني هو شأن مجتمع أقصد أنا في النهاية أقصد أن لا نجعل الأرديان تتصادم لأنه في النهاية ده فعلا الإنسان المصري حتى الغير متدين هو في قرارة نفسه من جواه في تدين فطري وبالتالي أنا لا أتصور إيحا مش عزين لأن اللي بينط على المشهد في النهاية المتشددين وبالتالي متشددين يفسدون كل محاولات بناء جدار الثقة بين الأخين في البلد لكن أنا يمكن عاوز أضيف لكلام الدكتور حاجة ربما يجب أن ينتبه إليها وهي المجتمعات العمرانية الجديدة أتصور أنه خلونا نحل المشكلة من أول السطر مجتمعات العمرانية الجديدة مفروض يعني حسب الكتب يعني أنها تضع تخطيطا عمرانيا للمكان اللي هي بصدد إنشاؤه وفقا ليه الإحصائيات والتوقعات ودي حاجة مفروضة في علم الإعداد للمدن أنه يقولوا هذا المكان زي ما بنقول عاوز كم مكتب بريد كم مركز إطفاء نقول أنه يحتاج ابتداء أنه كل مربع سكني يحتاج إلى كذا مسجد وربما كذا كنيسة أو كل منطقة أكبر يكون نسبة حسب عدد بس يتحدد في الخريطة بتاعة المدينة الجديدة في التصميم عشان أنا حتى ما شويش المنظر الجمالي للمدينة أقول يا جماعة ده المكان ده زي ما بنقول ده مكان مخاصص لنقطة إسعاف ده مكان مخاصص لإطفاء ده مخاصص لبريد ده مخاصص لإسم الشرطة وكذا نقول هذا المكان مخاصص لعشر جوامع وكنيستين مثلا يعني أو كنيسة أو ثلاثة حسب المساحة وبالتالي هنشيل الصداع من دماغ الوطن وننتبه بقى للأهم اللي أنه بصراحة خلينا أقول لك أنا أزعم أن الصراع على أماكن العبادة صراعا مزعوما ومفتعلا لأسباب أخرى إنما الحقيقة أنا نفسي الناس المتشددة قوي دي اللي هي عمالة تخانئ وتقول لا ما يتبنيش ولا يتبني يروح يعمل لنا مصنع يشغل ولدنا اللي قاعدين في البيت جنب أمهم بقى لهم خمس سنين يشغل مصنع يخلي بنتي تتجوز يشغل مصنع يخلي أو مكان إنتاجي ده أفضل للبلد وأتصور دينيا هيبقى صوابه عند ربنا أكثر الأسباب الأخرى اللي حدثت تتكلم عنها نعم الأسباب الأخرى الأسباب الأخرى الأسباب أخرى غير أسباب دينية غير أسباب دينية اللي هي إيه اللي آآ آآ ليها طبعا بص حضريتك أصلي خلينا أن يكون مصرحة هناك من يريد أن يختطف مصر ومحدش يتصدم من اللي أقوله إلى حرب أهلية حققية ربما الطبيعة المصرية ترفض هذا لأنها بطبيعتها مسالمة ربما الاندماج الجغرافي يساهم في أنه دي ما يحصلش لكن أنا لا أتصور أن الزن على الودان يمكن أن يسكت وبالتالي نتائجه سوف تؤدي بنا إلى هذا الصدام أتصور أنه مهمة العقلاء ومهمة المؤمنين الحقيقيين حط تحتها مية خط أنهم حفاظهم على بلدهم جزء من الإيمان سواء كان إيمانا إسلاميا أو إيمانا مسيحيا أو حتى يهوديا أنا أتصور أنه مهمتنا الآن في مرحلة الارتباك الطبيعية التي تأتي بعد الصورات الكبرى أن ننتبه إلى أن هناك أكثر من فخ منصوب لنا لنا كمصريين أكثر من سيناريو يعد لنا حتى تتفكك هذا الوطن اللي ظل محافظ على اندماجه ووحدته لأكثر من خمس تلاف سنة لأن مصر لم تعرف نظام القبيلة مصر طول عمرها دولة من أيام جددنا الفرعنا العظماء وبالتالي علينا أن نتصالح الأول مع نفسنا نتصالح مع وطننا وندرك أن الخطر القادم فادح أوه بس اسمحي لي يعني برضو كلام الجميل اللي تفضل به يعني هو نقطتين بس أو في يعني رجالة رقم واحد أنا عايز أقول بالنسبة لمجتمعات الممرانية الجديدة يعني أنا أقعد في القاهرة الجديدة وحضرها كلها مثلا على سبيل المثال يعني لو رحت هناك وحتلاقي فعل المجتمعات الممرانية الجديدة ربنا يكرمنا معمول فيها كنايس معمول متخططة لا والله لا صحيح أنا معاكد ما أنا معاكد متخططة جوامع وكنايس بالفعل المجتمعات الممرانية الجديدة فيها هذا الكلام فأنا بس بقول له حضرها ده شيء مهم ده شيء أمر واقع ده درقة اتنين أنا برضو عايز أقول عشان برضو ندي كل واحد يحقه يعني واحنا معتمدين على المكشف والمصارحة أنه بالفعل ليس هناك متطرفون من جانب المسلمين وحده يعني فيه متطرفين من الطرفين معلش يعني يعني أنا برضو عايز أقول أن فيه ناس مش فهمتينها كويس على المستوى الإسلامي وعلى المستوى المسلم التطرف التطرف سمى سمى إنسانية أو التشدد فأنا عايز يعني الأزهر مع الدعو مع المسلمين يا جماعة رسالة الإسلام الصحيحة تقر بأنه هؤلاء الإخوة لهم حق في دور العبادة ولهم حق في ممارسة الشعائر الدينية ولهم حق في أن تحترم دور عبادتهم ولا أحد يتناولها حتى بكلمة كلمة يعني غير اتنين كنيسة برضو من مصلحة الجماعة الوطنية عليها أن تقول أيضا لا هناك احترام متبادل دعنا لا نسير مسألة نحن كلنا شركاء في وطن نحن كلنا ليس هذا أولى من ذلك يعني ده اللي أنا عايز أقوله والمجرد أغلبية عددية نحترم الأغلبية العددية ومهويتها وعلى الأغلبية العددية أن تحترم الأخوة وأنا بقولش أقلية ولا يجوز أن أقول أقلية لأنه شركاء وطن بس أنا بكلم من أحساب الأغلبية يعني من حيث الأحصائيات لكن أصحاب وطن وشركاء في وطن وحقوق على تفعيل المواطنة ومصلحة مصلحة الجماعة الوطنية ولو قلنا أن فيه تطرف عند البعض لا يعني أن فيه فتنة طائفية بالزبط لو رجعنا لموضوع القانون مرة تانية دكتور محمد لو توصلنا لصيغة أو شكل معين بيرضي الجانبين تفتكر من السهل التطبيق ده في الحقيقة فيه قوانين كتيرة جدا موجودة وحطنا في الأدراج من طبقه هو بالفعل لا متوفرة ما هو ده محتاج إنه مع إن احنا نناقش مع بعضينا كل أمر كده ونعرضه على يعني أنا الأوان ووصلنا إلى النقطة التي لا يبغي إطلاقا أن نتحدث فيها داخل غرف المغلقة لا ده إشكاليات ومناطق توتر وأسباب بتسير المنازعات ويبقى نيجي دلوقت ههو وده يمكن اللي بدأه ما هي الإشكاليات دلوقت التي تسبب الحساسيات والاحتقانات والتوترات آه دور العبادة آه معرض التمثيل في الوظائف مثلا التولي الوظائف في حضرات ده يوضع على التربيزة كله يتسمى باسم آه نعم ويتحط تفعيل المواطنة المواطنة أن تكون المواطنة ليست مجرد يعني نص في دستور وإنما يبغي أن تكون حقيقة ومفعلة في الواقع ثقافة في التعليم المسلم مع المسيح الأولاد ما يجوش المسلمين يعودوا مع بعضهم والمسيحين يعودوا مع بعضهم يعني ده كله عايزينه فأنا متصور أن لو كانت يعني يمكن أن نصل لهذا لو وجدت الرغبة الصادقة والنية المخلصة أن نوجد حلول المشاكل لكن إحنا للأسف برضو دي ملاي لاتزال الثقافة المصرية وأن الثقافة دي بتعتمد على ردود الأفعال في الغالب العام ويمكن دي النقطة اللي إحنا بدأنا نتجاوزها واللي بقول فعلا دعي المجاملات لا نريد برضو من ضمن الحاجات لو إحنا عايزين الرغبة المخلصة والنية الصادقة أن نحن نوصل لحلول واثنين ينبغي أن يطبخ القانون على المخطئ لا فرق بين هذا الرغبة والنية والتعليم والخطاب الديني كلها أساليب لازم تكون موجودة في الفترة الجاية بس أكيد بتاخد وقت يعني مش من يوم وليلة حنصحة نلاقي الناس غير التقافيطها وغير التفكيرها بس لازم يكون فيه على الأقل قانون هو دلوقتي مفاعل هو دلوقتي بيحكم الناس سيادة القانون شوفي حضرتك بس يمكن عشان نترجم هذا الكلام إلى واقع عملي لازم توفر الإرادة السياسية عند السلطة الحاكمة فينها تعلي من قيمة سيادة القانون احنا لدينا قوانين ترسانة من القوانين المشكلة أن القوانين تجد لها مخارج خلفية من الأباب الخلفية تهدر القانون زي حضرتك من خبرتنا أنه كلما تقع جريمة ولا لا أسميها فتنة لأن ليس بين المصريين فتنة طائفية هذا المسمى يعني مخادع ومناور ومغلوط ومش صحيح احنا ما عندناش فتنة طائفية إنما لدينا أعمال إجرامية لا يحسب عليها وتحلق إلى الجلسات العرفية ونقوم نبوز بعضينا وحقك عندي وحق عندك وتعالى ناكل مع بعض وخلص الموضوع على كده وده مؤشر لتكرار المشكلة وده اللي شفناها إنه هي بتتم بنفس السيستم ما بيتغيرش فلابد من توفر الإرادة السياسية وأن يخرج هذا الملف من المواقمات والتوازنات وإرضاء هذا الطرف وأنصف الحلول وكذا لا لازم حلول جزرية يبقى دي نمرة واحد نمرة اتنين إنه ما الذي يشكل هذا الوجدان الجامعي أو هذا الفكر الجامعي الذي يجعل من الجموع أن تتحرك ضد طائفة معينة أو ضد مجموعة من الناس الثقافة العامة الثقافة العامة إيه اللي بيشكلها إعلام تعليم ثقافة ثلاثة دول أنا للأسف عبر أكتر من 60 سنة تم اختراق التعليم تم اختراق الإعلام تم اختراق الثقافة ما بقاش المصري النهاردة هو المصري اللي كان من 60 سنة مش هقولي في قرائته لأن القرائة ده تبقيت يعني كلمة أبيحة عن دي الجيل الجديد يقول لك يحكيها لي مش عاوز يقرأ أنا هتجاوز دي لأن فيه ودايل وفيه النت وفيه الفيس بوك وفيه هعتبر أن دي ثقافة بديلة لكن ماذا يقرأ هذا الجيل ماذا يتعلم هذا الجيل هو دي المشكلة كيف نعد المعلم اللي ما يخشش الفصل لأنه بيخش ويقفل عليه الباب بين أربع حيطان أنا ما عرفش بيقوله للأولاد اللي بيخلي الأولاد بعض الحصة بيطلعوا مش طيقين بعض لأن هذا المدرس لم يعد إعدادا جيدا مش علميا للأسف علميا وحضرتك أستاذ في الجامعة تعرف ماذا وصل إليه أو إلى ماذا وصل التعليم سواء كان الجميع أو قبل الجميع نحن أمامنا كرسة حقيقية اسمها التعليم الذي لا يواكب العصر ويمكن كنت بتكلم مع الدكتور بر بقوله حرارة كتف تكر أن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية اللي الواحد لو رحها تجي أعدادية من هناك يرجع من عرفش نكلمه من عشرين سنة اكتشفت أنها حاجة إلى إعادة النظر في التعليم وكتبت اتعاملت لجنة وأعدت تقرير اسمه أمة في خطر أمريكا أمة في خطر لأن التعليم عندها في مشكلة إحنا بنقول التعليم بتاعنا يعني مفيش أحلى من كده وكفاية علينا دعا الولدين فأنا أتمنى أنه نعيد النظر في التعليم مش بس التعليم يعني منهج التعليم يعني منهج ويعني مدرس ويعني مدرسة بيئة بيئة تعد للاندماج إن لم يحدث الاندماج لأن أنا بقعد بقعد عمري 12 سنة قبل ما أخش الجامعة صحيح في الفصل في الفصل اللم أختبر الاندماج داخل الفصل هختبره فين